صلى الله وزادثنا عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذا درس جديد أيها الإخوة في مقدمة في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي ونحن نتحدث شيئا عن ترجمة الإمام النووي وعن كتابه رياض الصالحين سبق في دروس ماضيات أن الإمام النووي أكرمه الله تعالى بأمور ثلاثة كانت والله أعلم سبب قبوله في الأرض وإن شاء الله يكون سبب قبول في السماء أولها الجد في التعلم والتعليم والثاني التحري في أكل الحلال والثالث كثرة العبادة والأذكار وقد سبق الحديث عن الأوليين وهذا حديث عن الثالث وأنا أنصح كل أخ وكل أخت يستمع هذه الدروس سواء كان حاضرا أو مستمعا أن يجتهد في هذه الثلاثة كن مجتهدا في التعلم والتعليم كن متحريا للحلال كن مكثرا من العبادة والأذكار أما الثالث الأخير وهو كثرة العبادة والأذكار فقد أجمع مترجمو الإمام النووي على وصفه بغاية التعبد والخشوع رضي الله تعالى عنه يا أخوان العلماء درسوا مقاصد الشريعة الإسلامية قرأوا آيات القرآن الكريم كلها وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعها والمادة الشرعية من أولها إلى آخرها وراحوا يفكرون ما مقصد الشارع من هذا الدين الله عز وجل لماذا أنزل القرآن لماذا أنزل الإنجيل والتوراة لماذا أنزل الزبور لماذا أنزل صحف إبراهيم عليه السلام الله عز وجل لماذا أرسل الرسول لماذا أرسل موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ويونس ويوسف لماذا؟ ما مقصد الشارع الحكيم من الدين فوجدوا أن مقاصد الشريعة الإسلامية أربع أولها وأعلاها تحقيق العبودية لله تعالى كل آيات القرآن كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مشان أتحقق أنا بالعبودية وتتحقق أنت بالعبودية وإذا تحققت وتحققتي أنت بالعبودية ساعدتي في الدنيا وفي الآخرة كل السعادة وكل العز وكل الفخر للواحد فينا أن يكون عبداً لله تعالى فلا تنادني إلا بيا عبدها فإنه أحب أسمائي يا أخوان إذا كان واحد يشتغل بقصر الملك هذا عزناً ما ذل إذا أنت بتشتغل بقصر الملك عزناً ما ذل بيصير يفخر في كل مكان بأنه يعمل في القصر وإذا كان واحد منسوب إلى حضرة الله تعالى هذا عز لما ذل هذا رفع لما ضعه هذا عطاء لما منعه هذا سعاد أو شقاء والله سعادتنا كلنا بأن نتحقق بالعبودية لله تعالى والعبد هو المطيع لسيده مع الحب إذا قال له الله تعالى افعل كذا فعل اترك كذا ترك ابذل كذا بذل امنع كذا منع هذا هو العبد العبد وما ملكت يداه لسيده أما عبد يقول له سيده أقم الصلاة يقول له ما لي فاضي عندي شغل أما عبد يقول له سيده كتب عليكم الصيام يقول له عندي بكالوريا ما بدي صوم أما عبد يقول له سيده قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بيبعث له خبر بيقول له هاي الشغلة ما بقدر هلا هاي الشغلة من 1400 سنة أما لأ شون بدي غض بصري يعني شو ساوي يعني فوت بالحيط أنا هلا أنا ماشي أما عبد سيده يقول له وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بإلا كهذا أبي ما بيستاهل إني أنا بالرب يا لطيف شو هالعبد شو هالعبد السيء هذا عبد سوء سيده يقول له افعل كذا وبيقول له ما بدي افعل كذا والله يا أخوان كل سعادتكم كل سعادتنا في أن نمتثل أمر الله تعالى وأن نتحقق بالعبودية له معروفة لديكم قصة بشر الحافي وتوبته بشر كان شابا مسرفا على نفسه وفي يوم من الأيام كان في بيته قد عقد مجلسا للفجور والمجون والخمور وكان دعا أصحابه يشربون الخمر ويصرخون ويرقصون مر رجل صالح أمام بيت بشر سمع صوت الكاس والطاس والغناء والرقص قرع الباب خرجت جارية قال لها يا جارية صاحب هذه الدار حر أو عبد قالت قالت لا سيدي بشر حر قال صدقتي لو كان عبدا لما خالف أوامر سيده صحيح هذا ليس عبد ومشي بشر الله بده يكتب له الهداية قال للجارية من كان على الباب قالت والله زلمي غريب قال دق علينا الباب حكى شي غريب قال ماذا قال قالت له والله قال هيك هيك قال صاحب هذا البيت حر نما عبد قال له طبعا سيدي بشر حر قال صدقتي لو كان عبدا لما خالف أوامر سيدي قال يا جارية من أين أخذ الرجل قالت من هذا الطريق فركض بشر وراءه حافيا حتى وصل إليه قال يا سيدي أنت الذي قرأت علي بابي قال نعم قال له ماذا قلت للجارية أعد علي مقالتك قال له ما فيه شي بس سألت صاحب هالبيت حر لما عبد آم آت لي حر قال الله والله صح مو عبد لو كان عبدا لما خالف أوامر سيده فنزل بشر على الأرض وجعل يمر خده بالتراب ويقول بل عبد بل عبد بل عبد والله أنا عبد ما لي حر وتاب لله تعالى أنت حر لما عبد إذا كنت حر ساوي شما بدك مرات وعيد بيقول لك أخي أنا حر خير إن شاء الله إذا حر ساوي شما بدك بس إذا أنت عبد لله بدك تسمع كلمة سيده ودير بالك إذا نازع أحد الملك في مملكته قصمه بدك تقول أنت حر خليك حر بس دير بالك بعدين الملك المملكة فيها ملك واحد فيها سيد واحد اللي بدك ينازع الملك في مملكته بدك يتحب النتائج هذه المناسعة يا أخوان كل سعادتكم في أن تمتثل أمر الله كما قال إذا سمعت الله تعالى يقول لك أمرا فورا قل لبيك اللهم لبيك فورا ضع أمر الله تعالى على رأسك والله الله يضع أمرك على رؤوس الخلائق الإمام النووي واحد من أسباب رفعته كثرة عبادته وأذكاره أجمع مترجموه على وصفه بغاية التعبد والخشوع رضي الله تعالى قال أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي كنت ليلة في أواخر الليل بجامع دمشق وين هات جامع دمشق يعني جامع الأموي والشيخ النووي واقف يصلي إلى سارية في ظلمة وهو يردد قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون مين لعم يحكي وقفوهم إنهم مسؤولون الملك وقفوهم لمين لهؤلاء العبيد إنهم مسؤولون بدي أسألون لكن معقول يا إخوان في أخ أربعين سنة ما بيعطي أخته حقه بالميراث وقفوهم إنهم مسؤولون والله لا أسألوا لهذا أربعين سنة ما أعطى أخته حقه بالميراث معقول يا إخوان طالب سنة جامعة يغدو ويروح مع فتاة ناوي يخطبها بس يتخرج يعني بقي يالله ثلاث سنين ودون الروحات والجيات هلأ والعزايم والرسائل شهدوا والله وقفوهم إنهم مسؤولون معقول ابن بيقول صر له عشر سنين ما راح لعند أبوه وقفوهم إنهم مسؤولون بدي أسأله هذا لأنه أنا قلت له ووصينا الإنسان بوالديه هو يصل له عشر سنين معقول إنسان يعتدي على الوقف معقول إنسان يعتدي على أرض جاره بالليل ما بيكون في حدا المسافة بين الأرضين محطوط حجار ومنارات بهالليل بيبعت له شابين بيدفشوا الحجار متر بيفوتهم بأرجاره مشان هو ياخد المتر معقول أخ بيضحك على أخواته أبوه مسجل دفتر تسجيل جمعية على بيت بس سجلوا بإسم واحد من الأولاد لأنه الأب مسجل بيت تاني لما بيموت الأب الأبن بيأخذ هذا الدفتر وبيأخذ هذا البيت والبيت اليوم حقه ستين سبعين ثمانين مليون وقفوهم إنهم مسؤولون قال الإمام النووي يقول رأيته يردد قول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون مرارا بحزن وخشوع حتى حصل عندي من ذلك أمر عظيم اللي عم يسمع كان الإمام النووي قال والله أنا تأثرت من هذه الآية من صوت الإمام النووي وقفوهم إنهم مسؤولون فأنتو يا شباب ويا أخوان ويا أخوات إذا أردتم أن يكون لكم شأن عند الله عز وجل نصيحة أكثر من العبادة والعبادة نوعان عبادة شعائرية وعبادة تعاملية العبادة شعائرية صلاة وصوم وزكاة وحج وهذا مطلوب خذ لي نفسك قسطا من الليل شباك شباك عم تنام بكرة بالأبر حتنام لك شي مليار سنين قوم صلي لك كم ركعة قيام الليل يا رجل وين أنت نايا قم بين يدي الله عز وجل قائما راكعا ساجدا قم بين يدي الله تاليا لكتابه يا شباب صوموا صوم هلأ أنت قادر تصوم ما أمنع لي في أتي عليك يوم بيصير الفرد ممنوع تصومه لا سبح الله يصير معك مرض الطبيب يقول لك أنت رمضان لا تصوم هلأ بتقدر تصوم تنين وخميس وبتصوم تلتة أيام من كل شهر وبتقدر تصوم يوم في يوم خير الصيام عند الله تصدقوا كن من أهل القرآن الكريم هذه عبادة هي كل عبادة شعائرية وفي عبادة تعاملية إذا أمرك الله عز وجل بالعفو عن المسيء فاعفو إذا أمرك الله عز وجل بصلة الرحم فصل إذا أمرك الله عز وجل بالإحسان إلى الناس فأحسن إذا أمرك الله عز وجل ببر الجوار فبر هذه عبادة تعاملية أيها الإخوة بهذه الثلاثة والله أعلم نال الإمام النووي الحظوة والرفع الجد في التعلم والتعليم والتحري في أكل الحلال وكثرة العبادة والأذكار وهي دعوة لكل منا أن يلزمها في عسره ويسره وفرحه وترحه زار الإمام النووي بيت المقدس قبيل وفاته بقليل وأعاد ما عنده من كتب مستعارة ثم عاد إلى نوى فمرض عند والده أياما ثم حضرته الوفاة وانتقل إلى جوار ربه سنة ست وسبعين وستمائة وله من العمر خمس وأربعون سنة يا لطيف فأهلا الإمام النووي الذي ملأ الدنيا خبره وعلمه خمسة وأربعين سنة أنت قديش عمرك؟ خمسة وعشرين سنة يعني ها عشرين سنة ثانيات يعني قديش عمرك؟ خمسة وثلاثين يعني عشر سنة ثانية قديش عمرك؟ أربعين يعني خمسة سنة عمرك خمسين فاتك خمسة سنة فاتتا خمسة وأربعين سنة شو ها الرجل ها؟ عند الله عز وجل الطريق لمن صدق لا لمن صبق تصدق مع الله بالتعلم والتعليم تصدق مع الله بالعبادة تصدق مع الله بتحر الحلال الله يعطيك ما لم يعطي غيرك وله من العمر خمسة وأربعون سنة ودفن في بلدته نوى وقبره بها ظاهر يزار سمع منه قبل وفاته ووجدت على بعض كتبه أبيات يقول فيها والله اسمعوا شو كان عم بيقول أبل ما يموت الإمام النووي ولأو مكتوب على واحد من كتبه كاتبه أنشد هذه الأبيات يقول بشائر قلبي في قدومي عليهم ويا لسروري يوم سيري إليهم عم يحكي عن رب العالمين عم بيقول بشائر قلبي في قدومي عليهم والله أنا كل سعاداتي وكل بشائري لما بدي أقدم على رب العالمين بشائر قلبي في قدومي عليهم ويا لسروري يوم سيري إليهم أسعد يوم أنا لما بدي أمشي أروح لعند رب العالمين ولا في رحلتي يصف مقامي وحبذ مقام به حط الرحال لديهم والله أنا بهذه الرحلة كلها التي عشتها بهذه الحياة ما صفى لي المقام بس يصفوا لي المقام عندما أحط الرحال عند رب العالمين ولا زاد لي إلا يقيني بأنهم لهم كرم يغني الوفود عليهم أنا ما لي معتد لا بعلمي ولا بعملي بس أنا معتد بأن الله كريم والكريم إذا نزل عليه وفد بكرمون بشائر قلبي شو رأيك انتهيك قبل ما تموت تقولون هدون بس مين اللي بدي يقول هذا الكلام في واحد قبل أن يموت سمعوه يغني أغنيه هذا عاش يغني فبيموت عم بيغني وفي واحد سمعوه قبل موته يقولون له قل لا إله إلا الله يقول هيهات هيهات منعت عني بدي يقوله وزيبعا بدي يرؤول وفي من وجد عند موته يقول كلاما يسره الإمام النووي قال كان يقول قبل موته بشائر قلبي في قدومي عليهم ويا لسروري يوم سيري إليهم ولا في رحلتي يصف مقامي وحبذا مقام به حط الرحال لديهم ولا في رحلتي يصف مقامي أنا برحلة الحياة ما أصف لي المقام ولا في رحلتي يصف مقامي وحبذا ما أحلى يعني مقام به حط الرحال لديهم ولا زاد لي إلا يقيني بأنهم لهم كرم يغني الوفود عليهم رحم الله الإمام النووي وجعلنا وذرارين على نهجه وسيره أيها الأخوة هذا حديثي لكم المختصر في ترجمة الإمام النووي أما حديثي عن كتاب رياض الصالحين هيك بالإجمال الذي سنبدأ إن شاء الله تعالى الدراسة بما فيه في الدرس القادم فكتاب رياض الصالحين هذا من أنفع الكتب المختصرة المجتملة على أحاديث صحيحة وآيات كريمة تحث على سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة جامعا للترغيب والترهيب والزهد ورياضات النفوس من الأعمال الصالحة والأداب الباطنة والظاهرة مفيد كثير يا أخوان ويا أخوات كل واحد بناتكم يكون عنده نسخة من كتاب رياض الصالحين وأنا متأكد أكثركم موجود في بيته هذا الكتاب هلأ إذا ما عندك يا ورقي بس اجتهد أن يكون عندك ورقي نزلوا على جوالك الكتروني وتعال تابع معنا ماذا نقول ومفيد أن تقرأ هذا الكتاب مرة وراء مرة كل ما خلصوا الدرجاء لأنه جمع آيات كريمة وأحاديث صحيحة ومقبولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة يجمع بين الترغيب والترهيب والزهد ورياضات النفوس من الأعمال الصالحة والآداب الباطنة والظاهرة لم ينى الكتاب القبول بعد الكتب الستة التي تروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين كما ناله كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين جمع مؤلفه الإمام النووي فيه قريبا من ألفي حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم المقبولة الصحيحة ورتبها في كتب وأبواب هلأ أنت يا أخ وأنت يا أخت معقول صار عمرك أربعين سنة ثلاثين سنة عشرين سنة خمسين سنة سبعين سنة بعمرك ما أريت ألفين حديث للنبي صلى الله عليه وسلم سامحني يعني عيب هذا عيب عيب عليك عيب ما أنت من أتباع هذا الدين عيب ما أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت تحب رسولك صلى الله عليه وسلم أقل شيء قراءة قراءة محفظ اعلموا يا إخوان في إخوان يحفظون هذا رياض الصالحين حفظاً ومو بس رياض الصالحين يحفظون غيره أنت مو تحفظ بس اقرأ بس قراءة فنحن إن شاء الله سنتساعد مع بعضنا البعض في هذه الدروس لنقرأ هذه الأحاديث قريب من الألفين اعتمد الإمام النووي على كتب الحديث الستة اعتماداً كلياً بالأخص كتاب البخاري ومسلم هذه الأحاديث في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله في العبادات والمعاملات والشؤون الحياتية والفضائل والأخلاق والطاعات والمنهيات ونقل في قليلاً من المواضع بعض أقوال الصحابة وأفعالهم الأحاديث المختارة في كتاب رياض الصالحين واضحة لكل مسلم يعني سهلة أنتم ستسمعون مني الأحاديث حقيقة هي سهلة بس بمجرد القراءة تفهمها بس ما بيمنعني سنلقي ظلالاً من الشرح عليها وشرح الإمام النووي حتى الإمام النووي بقلب الكتاب شرحها بعض الكلمات الصعبة بطريقة جزلة وسهلة وضبط ما يحتاج لضبط وقد أعانت سهولة أبوابه طالب العلم على فهمه وحفظه دون معاناة وأنا بدي من هالشباب اللي قاعدين والبنات كمان هلأ في ناس بناهم بس أن تقرؤهم بس شو رأيكم تحفظوا يا شباب؟ شو رأيكم نحن كل جمعة يعني هنأخذ حديثين ثلاثة قديشها حلو هيك؟ كل جمعة تحفظ لك ثلاثة أحاديث صفحة واحدة والله حلوة حلوة هيك بعد سنة سنتين ثلاثة تلاقي حالك ما شاء الله حافظ لك ألفين حديث ألف حديث يا أخي سير لما بتعود بمجالسك سير بتحكي هيك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي قاعدين بيسمعون لك يتقطئون لك والله ما شاء الله هذا متكلم أما إذا بدك تجي تحكي لهم لا سمح الله هيك شغلات بلا طعمين ما لقيمة كلامك بس لما بيكون بكلامك آيات قرآن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلها تصغي إليك جل الأحاديث التي ذكرها يحتاجها المسلم في حياته اليومية يصدق على كتاب رياض الصالحين أنه رياض الصالحين الرياض جمع روضة والروضة هي البستان والجنينة فالصالحين فيه إليهم بستين وجنين بيعدوا فيها غير الجنين هي تبع الطرقات هذا الكتاب رياض للصالحين هيك بينبسطوا الصالحين فيه بيروؤوا كثير بتسيرنوا بقلب هذا الكتاب ففيه من كل زوج بهيج وفيه أشياء كثيرة من مسائل العلم والأدب قال الإمام الذهبي عن الكتاب فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي شايف العلماء كان يقولوا عليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين والنسائي ورياض النووي وأذكاره كما لأنه النووي له كتاب آخر اسمه الأذكار نحن يوم السبت على الفجر عندنا درس هون عم نقرأ في كتاب الأذكار ولا بنا نقرأ كتاب رياض الصالحين قال الذهبي فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح وقد أثنى على الكتاب أكثر العلماء ويحفظه قديما وحديثا أكثر طلاب العلم فهو سهل المنال والحفظ وتخريجاته مختصرة ويفهمه جميع الناس وإن الكتاب يدرس في أكثر المساجد والمعاهد وفي بعض الجامعات ونحن إن شاء الله إن شاء الله تعالى سنبدأ بالدراسة فيه في اللقاء القادم نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقرأ في هذا الكتاب وأن يرحم الإمام النووي وأن يعلي شأنه في الصالحين وأن يلحقنا به غير خزايا ونمفتونين وأن يجعلنا جميعا قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشفع لنا يا حبيبا لله اشتركوا في القناة